وولدت الفنانة عيدة رياض راغب شحاتة في 23 يناير عام 1953 شاركت في العديد من الأعمال الفنية ولكن بداية مشوارها الفني كانت في الرأس وكانت بترقص في الفرقة القومية للفنون الشعبية وكانت وقتها تبلغ من العمر 14 عام والدها كان يعمل في حرب اليمن ولديها 3 أخوات من بينهم هدى زوجة كابتن حسن شحاتة بدأت في سن صغير ولكنها حققت نجاح كبير في عملها فأصبحت راكزة الفرقة الأولى وفي أحد المرات التي كانت ترقص فيها مع الفرقة وأبدعت في فنون الرأس الشرقي شاهدها أحد المخرجين ويدعى أحمد ياسين فجذبت انتباهه وعرض عليها مهنة التمثيل وبدأت بفيلم مع تحياتي لأستاذ العزيز بطولة الفنان محمود ياسين ونيلي وظهرت في فيلم عودة الإبن الضال للمخرج يوسف شهين في مشهد صغير وكان للمخرج محمد خان دور في الصعود بعيدة رياض وجعل لها دور بطولة مع الفنانة نجلاء فتحي في فيلم أحلام هند وكامل وقامت بدور في فيلم الكيت كات وبعد هذا الفيلم أصبحت عيدة رياض فنانة كبيرة يحتاجها المخرجون في الأدوار الصعبة مع فنانين كبار مثل أحمد زكي ونور الشريف وعاد الإمام وغيرهم من الفنانين تزوجت عيدة رياض من الفنان محرم فؤاد وكشفت سبب ارتباطها بالفنان الراحل محرم فؤاد رغم الفارق العمري الكبير بينهم إنه كان لغرض استفزاز أو إصارد غضب شخص آخر كانت مرتبطة به في ذلك الوقت وكان بينهم مشاكل بسبب اختلاف الأديان وأضافت عيدة رياض كنت صغيرة في السن وعمري 19 عام وأردت أن أقيم حفل خطوبة لنفس الغرض حتى أستفز الذي كنت على علاقة به في ذلك الوقت ولكني لم أستطع الهروب من هذه الزيجة واستمرت 12 عام وأكملت بدأت الخلافات بيني وبين محرم فؤاد بعد مرور 8 سنوات على الزواج بسبب رفضه لرغبتي في العودة للتمثيل خاصة أنني لم أنجب له طفلا وكنت أشعر بالضيق ولكن كنت متخوفة من طلب الطلاق واستمرت الخلافات بينهما بسبب رغبة عيدة رياض في العودة للتمثيل ورفض زوجها الفنان محرم فؤاد هذه الرغبة رغم وعدوا لها في بداية زواجهم أنها سوف تعمل بالتمثيل واختلف كلامه بعد ذلك ورفض عملها بالتمثيل وشعرت بعد ذلك بالملل من قضاء معظم وقتها داخل المنزل وبالأخص أنها لم ترزق بأطفال فقالت عيدة رياض أنا لم أعتاد الجلوس في المنزل لأني كنت أمارس رياضة الجنباز ومشتركة في فرقة وأمثل على المسرح ورغم كل ذلك جلست بالمنزل طيلة هذه السنوات حتى تم الطلاق وعترفت الفنانة عيدة رياض بأنها تعرضت لعقدة نفسية خلال فترة زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد كائلة محرم فؤاد زوجي الوحيد وأنا تعقدت من الجواز ومحرم كان كويس لكن فرق السن مشكلة وهو كان بيحبني قوي وبيغير علي قوي وكان قافل الدنيا وصعب قوي وعن خبر زواجها من الفنان أحمد بدير أكدت عيدة رياض إنها شائعة وكانت أيام مسرحية تكسب يا خيشة وقالت أنا كنت هسيب المسرحية بسبب هذه الشائعة قالت الفنانة عيدة رياض إنها أصيبت بمرض السرطان في المسانة وأخفت إصابتها بهذا المرض مؤكدة إن الورم كان في حجم الزيتونة وإن الطبيب أجرى لها الجراحة بالمنزار وبعد التحليل اكتشف إنه ورم خبيس وأضافت عيدة رياض ذهبت لدكتور شهير وأستاذ لعلاج الأورم في مصر وأخويا سمير هو اللي كان يعرف بكل ما مررت به وتعالجت وبعد أول جلسة كيماوي قال لي أنت هتعملي لعيانة فوق كده نزلت عملت مسلسل حالة عشق مع ماي عز الدين والدكتور طلب مني ألبس باروكا علشان لما الشعر يقع بعد جلسات الكيماوي وكنت عاملة دور أخت بوسي في المسلسل وطلبت منها من غير ما حد يعرف إن فيه ثلاث أيام في الشهر مش هقدر اشتغل فيهم وما كنتش عايزة أقول لحد وقالت عيدة رياض إن الممرضات كانوا بيقولوا البعض إن جوا واستأذنوني في دخول زملائهم علشان يسلموا علي وكنت بشيل محلول الكيماوي وأطلع قبلهم وأضافت إن الدكتور بعد ما خلصت الجلسات وعملت مسح زري وطلع سليم الحمد لله طلب مني إني أشيل المسانة وأركب مسانة صناعية ورحت لكذا دكتور وقالوا لي لو هتعمل إيها يبقى في فرنسا لأن الست بتبقى أصعب من الراجل وتعيت ربنا وقلت يا رب انت شافتني وأنا متوكلة عليك وقلت له الدكتور مش هعملها وعدت الحكاية الحمد لله ولعل الأزمة الأكبر في حياة عيدة رياض هي معرفة إعلاميا باسم قضية الكمبارس حيث تم القبض عليها مع ستة من الفنانات الكمبارس بتهمت ممارسة الدعرة وكان ذلك عام 1982 وقالت إنه أسوأ عام مر عليها بسبب هذه الأزمة حيث تم القبض عليها في هذا العام وكانوا ست فتيات وكان منهم الفنانة ليلى يوسف وتم معاقبتهم بالسجن لمدة عام كامل لقيامهم بأعمال غير لائقة في أحد الأماكن بمصر الجديدة وظلت عيدة رياض ثلاث شهور بسجن الأناطر حتى تم الإفراج عنها في محكمة الاستئناف بعد أن تم إثبات برائتها وهنا قام الفنان محرم فؤاد زوجها بعمل حفل كبير لها ليثبت لكل الناس حبه لها وإنه واثق فيها وإن حبسها كان مبني على غير الحقيقة وقالت عيدة رياض إنها ترفض فتح ملف القضية مجدداً لأنه لن يعيد لها قرامتها التي سلبت وقتها أو الأيام التي قضتها بين جدران السجن وأبدت الفنانة عيدة رياض استياءها من عمليات التجميل الرائجة في الوقت الحالي معلنة رفضها القاطع بخصوصها إلا في حالة وجود عيب أو مشكلة في الجسد وانتقدت عيدة رياض ما اعتبرته هوس الفتيات بها وخضعهم لها بشكل مبالغ فيه مشيرة إلى أن معايير الجمال لم تتغير كما يدعي خبراء التجميل اليوم وأوضحت إن البوتوكس والفيلر مجرد موضة غريبة رائجة مؤكدة خفها الشديد من عمليات التجميل وإنها لم تغضع لأي عملية تجميلية طوال حياتها وإنها لا تمانع إجراء عمليات التجميل في حال وجود عيب أو مشكلة في الجسد وعن علاقتها بالرياضة بيانت عيدة رياض إنها رياضية تهتم بالمحافظة على صحة جسدها ونظارة بشرتها عبر اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتحدثت عيدة رياض عن أدوارها وقالت إنها لا تفضل تأديت أدوار الشر خوفا من ردة فعل الجمهور وأضافت إنها تؤدي أدوار الشر في بعض الأحيان إذ الفنان يتوجب عليه تمثيل جميع الشخصيات وعترفت الفنان عيدة رياض في أحد البرامج بارتكابها غلطة كبيرة قائلة ندمت بسبب عدم الإنجاب وأضافت إن كل سيدة تتمنى أن تنجب وهي مخلوقة من أجل الإنجاب وأوضحت إن الموضوع نصيب وهي رضية وكشفت الفنان عيدة رياض عن وقوحها في الحب تلات مرات بعد وفاة الفنان محرم فؤاد ولكنها لم تتزوج مضيفة كان عندي أولويات بعد محرم فؤاد وأنا ما تجوزتش بعده وكنت بحب بس وأنا حبيت تلات مرات وأكدت الفنان عيدة رياض إن مواقف الحزن أكبر من الفرح في حياتها قائلة أنا دموعي من كتر ما بكيت نشفت وقلبي اللي بيبكي عندي حزن كبير جوايا في حياتي وبحاول أضحك لكن الحزن كبير داخلي مشيرة إلى إن شعرها بالوحدة وحش لكنها تعودت على الوحدة والشغل وبعد انتشار خبر زواجها من الكابتن حسن شحاتة نجم نادي الزمالك السابق ومدرب المنتخب الوطن السابق أكدت إن حسن شحاتة قيمة وقامة وتسبب في إسعاد المصريين والوطن العربي وأضافت حسن شحاتة حق بطولات كبيرة لمصر وهو إنسان خلوق ومحبوب من الجميع وأشارت إلى إنها خالد كابتن كريم حسن شحاتة وإسلام قالت إن كابتن حسن شحاتة هو زوج أخدها وليس زوجها وعن أغرب موقف حدث لها عندما وجدت صورة منتشرة لشخص يضع صورتها من مشهد من عمل لها على هاتفه ويقف بجوار الكعبة وكأنه قام بأداء عمره لها وقالت عيدة رياض عن هذا الموقف في حد حاطت صورتي على الموبايل وقال بيعمل له عمره أولا أنا مسحية لا وكمان المفروض أنا رديت عليه على فيسبوك وبشكره مؤكدة إنها لا تملك أي موقع على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت إنها لم تفهم هذا الأمر ثم بعد ذلك فجأت إنه أحد المواقع كتب عنها بطريقة مستفزة مؤكدة إنها تشعر إن هناك من يقصد فعل هذا عمدا